عند الإشارة تكون الساعة السابعة صباحا وهنا ريباط إداعة المملكة المغربية أهلا وسهلا بالجميع سندخلوا مباشرة في الموضوع وسيكون معنا في هذه الحلقة جيش دي الأصوات دي المغاربة وهذه أصدقاء سنجتمعهم على موقع التواصل الاجتماعي خاصة على منصة التاك توك الأول هو الرأي المغربي والجزء الثاني سيكون معنا الأخ مستشار وهذه بعض زملاء لدائما في التاك توك بطوط مباشرة نتصدى للخوانة ديال الداخل علام الزيغو الجزائري كذلك والنظام الأوليغرشي الجزائري والدباب الإلكتروني الجزائري نحن نعرف بأن هذا النظام الأوليغرشي أنه يسخر بعض الأبواق وبعض الخوانة اللي كيدخلوا للبلاد وهنبغين أنه يهزوا استقرار البلد المغرب الحبيب سيكون معنا الإخوان أننا سمعهم بطبيعة الحال ما وقع في باب السبسة هذه الحجرة الجماعية فيهم مغاربة جزائريين من سوريا من أفريق سود وأنا كنقول لكم بأن هذه ربضارة نافعة الحمد لله أننا وقعت هذه الآن لأن لا أظن بأن الدولة والأمن المغربي والقضاء المغربي سيقول لكلمة ديالو وأتمنى ضرب من حديد كل من سولت له نفسه المساس باستقرار المملكة المغربية الشريفة سنرى هذا الشيء كامل سنحاول أن نضع النقط على الحروف لكي يخرجوا بعض الخوانة ديال البلاد وأنا سنوجه أحد الرسالة لهذه الليلة داديا أنه من اللي يريد أن يحرقه يقول لك رالف والدو أميرسون ما تهرب منه لنحمله على أكتافنا الهروب من مكان لا يحل دائما المشاكل لأن المشاكل غالبا ما تكون مرتبطة بنا يجب أولا معالجة المشاكل الداخلية أنا لا أريد أن نستبقى الأحداث لأن الإخوان مستشار وكذلك الرأي المغربي سيقولوا الحقيقة ويلخصوا كل شيء لماذا نقول لكم حول أنكم تدعموا عن منصات المغربية الهادفة التي فيها الرحة التي تتم غرابيت ونقول لكم حداري من المنصات المشبوهة كي يحولون أنهم يجيشوا غير الشباب ديالنا لأنهم يخرجوا عن النص شوفوا الآن ما يوقع في باب سبتا أنا لا أريد أن نقوم بإعجابه ونقوم بإعجابه ونقوم بإعجابه ولكن رسالتي هو أن علينا حان الوقت أن نجتمع جميعا نتكثف جميعا باش أننا نبني مستقبل المملكة المغربية الشريفة ونصده لكل من سولت له نفسه سواء في الداخل أو في الخارج أنه بيش يضرب استقرار المملكة المغربية الشريفة نسمع الأخ الرأي المغربي والجزء الثاني مع الأخ مستشار لقد يقول واحد لكلام خطير وخطير جدا نسمعوا الرأي المغربي كيف لا يكون يطرح عليها سواء؟ يقول لك كيف لا يمكن أن تأكل هذه الزفيدة كآيفون؟ ودي رفت ودي رفت ودي رفت ودنيك طوان قدير الذهب وتقول وساكت هو يقول هيا وزيد تكلمي هيا زيد تكلمي شغل تتكلم له؟ ما تجيش عندنا احنا وتعيش عندنا هيا وتم يديري دموع التمسيح واش في مدينة جدبور كلب شي ززائري مجري عليه جاي عايش عندنا لاجي يأكل الملة ويسب يأكل الغلة ويسب الملة ويجي عندنا هون عدل طبوحيط ويناشد ملك البلاد؟ ش دخل جدبور كلب تهف ملك البلاد؟ تا جزائري ناشد التبون وناشد شنقريحة ناشد شنقريحة وتبون اللي ما هجزرك من بلادك ما هجزرينك من بلادك وعايشة وسطنا واكلة شاربة شارية تليفون معدلة طوعا قدها بلابسة مزيان مزوجة ومطلقة وعندك ولد وجاي الآن تقول لهم انا ما عايشاش وسيدنا سيدك ملينا بالله وبالشطراع معكم سيدنا ملينا بالله وبالشطراع معكم اعطوا الجدبون التساع انت عندك مشكلة هار لاجي انت لاجي اما خاصتك تكلبي فما هو خاص في المغاربة والحي والسلطات المغربية اللي وقفت دي الكلبة لانه فيديو هذه الكلبة الجزائرية انتشرك النار في الهاشيم على مستمع وقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم التليفزيون الجزائري باش تعرفوني انا عايش مركز عليها وعايش نتكلم عليها دقيقة باش نقدر نوضح الصورة اللي ذا اللي حاصل راي باش تعرفوني عايش نتكلم انا باش باش الاخوان يتبعوا معنا هاي البروباقاندا وهاي الاستراتيجية كيف تشويه المغرب هذا التليفزيون الجزائري تليفزيون الزريبة العسكرية في الجزائر كاتب مواطنة مغربية تبكي تبكي بحرقة وتصر على الهجرة الغير الشرعية هربا من الوضع المزري في المملكة مع العلم انه هي جزائرية وهي هاربة من الوضع المزري في الزريبة العسكرية في الجزائر لانه هذي جزائرية الاصل والاب والام وجاي بتليفزيون الجزائري وشوفه معايا شوفه معايا ها هذا اللي اتكلمت عني في البداية هو عبيد الادسانس هاي الصحافة ديال الزيقو الان اللي تم تعطيها رخصة الصحافة فيما كان شي بيطان يجدبوه الكلب يعدل لنا قناة ويقولك انا صحافة ويصاب ميكرو ديال عشرين درهم ويقولك اليوز هاي تلات قنوات شوفهم هاي تلات قنوات راهم درايكس هم اللي ينجوا هاد الفيديو وعطاوه هاد هاد تلفزيون ديال الزريبة العسكرية في الجزائر نشروه نشروه تم استغلاله من طرف الزريبة العسكرية في الجزائر واعلامهم وهي جزائرية الاصل وجايت تباك وقالت لك انا ما عايشاش ما عايشاش في بلادك في الزريبة ايهي قولي لهم انا ما عايشاش في الجزائر وجيت للمغرب حارقة وانا لاجئة وبغى نحرق هذا هو التصريح اللي خصتكم تاخدوا منها ماشي تقولكم ان ما عايشاش والدي ملقي ما يلبسوا هاد زفدي هاتي لي فهموا الاخوان مش حرفوا لانه هاد المسألة تنتيرية هاد ولاد الكلاب اللي عايشين وسطنا هاد ولاد الكلاب اللي هارفين من الزريبة العسكرية في الجزائر عايشين وسطنا ما عندبوهم ورقة اللي داخل بوراقه وامور امريق اللي مرحبا ولا سألا ما عندنا مشكلة احنا في ذاك شي دخل بوراقك تحتارم القانون مرحبا داخل جد بوك الكلب وحارك من هون تتكلم وتقول لي ما عايش ما عايش في بلادك عايش الجوع في بلادك في الزريبة للجزائر تجي هون تتكلم على اساس انك مغربي ولما تسولوك تقول لي ما انا جزائرية وعايشها في المغرب وكبرت في المغرب كبرتي في المغرب تبقاي جزائرية انتي هارفة من الجوع في بلادك بخاصة احنا الان الاخوة الكرام ليس وصف ما يحدث بقدر ما انه لا بد انه نبني استراتيجية كمغاربة ومغربيات في طريقة التعاطي مع اعلام الزريبة العسكرية في الجزائر هاو الناس هي سمعتوا منها كلمة واضحة على انه جاية حاقدة هذه كلبة ذي الجزائريين جاية عندنا بلادنا حاقدة وتنتظر من الفرصة الانية باش تفرق ذاك الحقدة ديالها وانتو ما شفتوها باش انها تتكلم على وضعيتها ذهبت مباشرة قلت لك شنو احنا اه الدعارة السواعدة يا حرك بيهمك اللي معدلينوا السواعدة في الزريبة العسكري في الجزائر ما معدلينوا في مكان تاري واللي معدلينوا على مستوى وهران اللي معروف على انها اكبر بورديل على مستوى الشبال افريقيا هذا بالعرقاب وبكلامكم انتو ما واثمين الاف بيت الضعارة اللي تتكلم عليها انتها جزائرية اللي لاجأة عندنا في المغرب رأيه موجودة وبتصريحاتكم وبتصريح شيوخكم في الجزائر العاصمة اخوال كرام هذه حاقدة قاتلك ولدها ملابش وانتو ما شايفين هاز ايفون في ديها معدلت بالج في ديها معدلت طوان قدهب في ادنيها وتكلم وتقول لك ما عايشاش باش تعرفوا على انه هذا مضروس هذا الشي مضروس وبقائيات دموع التماسيح الان اللي درفاتها امام هاد اعلام شمان اعلام شمان اعلام تقول حتى انتهى الرأي المغربي هاد العبيد ديال الانسانس اللي لابد من الدولة المغربية تضرب بيت بالحديد على كل هاد اصحاب القانوات وهاد الصفحات اللي ينشروا كل ما هو مسيء لبلادنا وشعبنا ودولتنا فبالتالي بالغ السين الزوبة الدول اللي تحترم نفسها لا تسمح لأي ان كان فانه ينشر معطيات ومعلومات تسيء للشعب وتسيء لصورة الدولة خارقة ناس تبدل مجهود وتضحي وتصنع انجازات باش تعطي صورة زويلة على شعبها وعلى بلادها ويجينا الان هاد عباد الانسانس اللي فيما كان شي بريطالي قلت لكم يمشي يعد الميكرو بعشرين درهم ويطبع عليه نيوز ويتم ياخد تصريحات من كل من هب ودب فيما كان شي بسيكو يقبض من عنده تصريح ويتمناشره وايضا دعوة لهذا المغالبة والمغربيات اللي من ابونين في هذه القنوات واللي يتعاملوا معاهم واللي يكتبونهم كومنترات وينشرونهم وافقوا يا صاحبين لكم تشوهوا اللا فريوسكم ما تم تعطوهم قيمة لذي الصفاحات ذي الرقارات صفاحة التفاهة وقنوات التفاهة ما تعطوش تدبوهم قيمة اقللوا عنهم لابوني وما تفعلوا معاهم ما تفعلوا مع الصحافة لتنقل حقيقة معاناة الشعب احنا المغهون صحابة تكون السلطة رابعة عشنو حتي دير افلان هذا يغني من عشنو هذا شي ما تعطوهم معاه ما توم لم يت MAR ni به. وايضا لابد انه منسن قوانين ردعية. لابد انه ناخدوا تجربة الدول اللي ناجحة في در الموضوع وانتمكنهم سيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الصفحات الان لتربح فلوس على مستوى الادسانس وتفع فلوس على مستوى الفيسبوك. تعرفوا الان على ان الفيسبوك عاد يخلص الناس. فبتالي انتشرت صفحات كثيرة همها الاساسي نشر التفاهة. ونشر كل ما هو مسيء البلادنا. ولا بد ان هؤلاء الناس ما يتموا هكذا. ما يخلصوا ضريبة. ما يصرحوا بارباحهم. وايضا ما يخضعوا القوانين تنظيمية. وبالتالي لا بد على انه هذه المسألة تعود مسألة رأي عام على مستوى المغرب. وتعود رأي عام على مستوى الحكومة. وايضا السرطات اللي لا بد ان نتحمل مسوريتها. هاد قهاد وزارة الاعلام الان. اللي مخلي هذه الصفحات تزيق وتشوف بلادنا وتشوف صورتنا وتشوف المرأة المغربية. ما خلوا شي مخنز الا ونشروه علينا. ويعطوا الشميت ويعطوا للعاوين باش يخلطونا وباش ينشروا علينا. هذا لا بد انه يوقف. هذا العبت على مستوى الاعلام او ما يسمى بالصحافة الالكترونية. لا بد انه يوقف. لا بد انه يوقف الان. وتم السيطرة عليه. لا يمكن على انه تعود مثلا اعطاكم مثال جريدة الصباح هذه اللي تاخذ من اموال دافع الضرائب كدعم عمومي للصحافة اللي الدولة تاخذ منه ملايين. وبذلك تجي تنشر اخبار كاذبة وتفكروا حدثة الخميسات اللي بانينها على اخبار كاذبة لا اسس لها من الصحة. وشوفوا كيفاش انها اساءت المدينة بحجم مدينة الخميسات اللي انجبت من المقاومين واللي من شعبها العظيم. الان يتم التفاعل معها بديل طريقة ولن يتم معاقبتها. وافتحنا لايفات وتكلمنا على انه لا بد من انه يتم معاقبة هذه الصحافة الزيقو. ويتم وقف الدعم العمومي عليها. اموال الشعب المغرب يدافع الضرائب ما تمشيش للصحافة اللي اللي تنشر كل ما هو مسيع علينا وعلى بلادنا. هذه امور لا بد لابلغ السيل الزبا منها. لا يعقل. فانه تبقى الامور على هكذا منوال. ولا بد من ذي الحكومة اللي ملاهي في مهرجان خطابية. واللي على راسهم رئيس الحكومة. اللي خالقها وين على مستوى الملاطق الليها صارتها الفيضالاته ومعدل لها معدل لبرنامج انتخابي في قدير. هذه امور نتكلموا عليها ولا بد انها تنقال. لاش لانه بغينا الامور تنصلح. وبغينا دا العبت يوقف. وبغينا يتعود قوانين ردعية على كل من يسيء لسورة المغرب والدولة المغربية والشعب المغربي. هذا من حقنا احنا كالشعب. ومن حقنا لا بد انتكلموا عليه. وتعود قضية ريعان لانه اذا مصلح لاش هذا الوضع. لانه اذا تبعتم معي الان اعلام الزريبة العسكرية في الجزائر. منين يجيب الاخبار اللي يخفطنا بها? من يجيب الاخبار اللي يتم ترويج لعلان التقواس? يجيبهم من هاد الصحافة دي الزيقو. يجيبهم من هاد عبيد لادسونس. يجيبهم من هاد الصحافة الان اللي تسمي راسها صحافة. فبالتالي لا بد من وقف هذا العبت. ولا بد انه يتم تكلموا عليه. وايضا ان اموال دافع الضرائب اللي يتمشي لهذه الصحافة اللي تسيء المدينة بحج مدينة الخمسات وبحج مدن اه اخرى. لابد انه يتم وقفه. والتعاطي معها بحزم. مقطة مهمة. ربما لبعض ما لكم انت راح تساول الان لاش الجزائريين اه المراضين شي يقولوا انه هناك جزائريين اللاجئين في المغرب ومغين يحرقوا. مع العلم انه التقارير اللي تتحدث عن الهجرة الجزائريين هم المرتبة الاولى الواصلين لاเ� 깨ة بي بي سي. ولا يجرى الغير الشرعية. الجزائريون اكثر واغاصلين الى اسبانيا. بمعنى انه الشعب الجزائري هو الشعب الاكتر هروبا الاكتر هروبا من الزريبة العسكرية في الجزائر. ولكن تجبر شي واحد من هذو اللي يسمو غ shooting مؤثرين. وهذو المètresدقين المسرزقين المتواجدين الان على مستوى الزريبة العسكرية في الجزائر. يقد يقول هذو الكنام. يقد يتكلم على هذو الكنام يقد انشر هذو الكنام? ابدا. ما يكد لانه خاصكم تعرفوا نقطة اخرى. الزريبة العسكرية في الجزائر اللي هي الدولة الجزائرية رفضت استقبال الحراقة الجزائريين اللي كانت الدور فرنسا ترحلهم. بمعنى انه المواطن الجزائري ارخيص. ارخص مواطن على مستوى العالم هو المواطن الجزائري. الجزائر ترفض استقبال مواطنيها من الحراقة الذين طردتهم فرنسا. وبالدليل القطع واللي كدبنا يطلع هون. يقد واحد من اعلام الزريبة العسكرية في الجزائر يتكلم. يقد هاد بصبع هذا الان اللي فاتح فيم والمخرز يتكلم على المغاربة. يفتح لايف على هذا الموضوع يقول الدولة وعلاه ما تستقبل حراقة دينا اللي طردتهم فرنسا. ما يقدوا. الزريبة العسكرية في الجزائر تتنصل من ابنائها. ورافضت استقبالهم. لانه فرنسا طردتهم قاتلوا مروا حراقة ما عندهم وراقلوا مردهم البلادهم. قاتلهم الجزائر ما بغيتهمش. لانه المواطن الجزائري في نظر الزريبة العسكرية في الجزائر ارخص مكاين. المواطن الجزائري في نظر الدولة الجزائرية ارخيص ما يسوى عندها بقرام. بوز بال ما ناش باغينو. اركب الباط وحرق. ما باغينوش خليبوه يموت في البحر. ولا يعيش فما مشرد. يطلع واحد يكذبني. باش تعرفوا على انه مواطن الجزائري ارخص مكاين على وجه الكون العرضية. دولتهم اقع بلاش به. بس ما تجي كلبة جزائرية بحال هذه. وتعيش وسطنا. وتأكل من غلتنا. وتخرج تتكلم بحال هكا وتسب فينها. وتعطي بكائيات وتعدل مصرحيات على اساس انها مغربية. وهذا اللي يخلى الان المغاربة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. انه حتى احنا منا قابلين بوز باليان جزائر يعود عندنا. اللي حارق. اللي داخل بوراقه ومحتار بقوانون قوانين الدولة المغربية ما عندنا مشكلة معاه. بوز بال اللي لاجي عندنا هون. اللي حارق من الجزائر جاي عندنا هون. ما يبقى عندنا ولا بد انه يجمعوا ويجدبوه بكير كلاب ورمي بوز بال على الحدود. هذه دعوة نولاج ما انه تنخلطوا فيها جميعا. ما تقول لي عنصرية ما تقول لي والو. راهوا من الآن يتجمعوا يقبضوا طيارة من تونس قرطاج ويجي كدير كتير. ويمشي يتجمع على مستوى الشمال. ويعدلوا فم عصابات ويدوروا يعدونك ده اللي يعدلوا الان. لابد من الخراب في ده في ده الموضوع. على انه طارد الكراغلة. وطارد وفرض الفيزا على بوز بال اللي جاينا من الجزائر. اللي جاي عندنا يأكل غلتنا ويسبف الملة. لابد انه يتم واقف هذا الموضوع. من حقنا كمواطنين. لانه الان شفنا على انه حرب دعائية كبيرة من خارط فيها ابواق الزريبة العسكرية في الجزائر في تشويه بلادنا. وبالتالي الانخراط في هذه الهاشتاغات فرض واجب على كل مغربي ومغربية. انا هنقدس لكم بعض الخلاطات. الرأي المغربين. اللي كانت يقول هكدر بحرقة. باش نبشيص للعمق. الوطن الحبيب. ومسل غادي تشفعوا. على شبه الدرس. هادي خلاطات هذه. ما كنا نتابه لها. ارغمها. انها كانت تهديد المغرب في العمق ديالو. لك شلي كانت يقول. اسمع كدبون فاش كانت يهدر على تكتول جزائري ليبي تونسي موريطاني. شو انت يعلينا احنا هاد القاموس هادا. رئيس المجلس الرئاسي الليبي تفقتم على العقد قمة مغاربية دورية. ما هي اهداف هذه المبادرة سيادة الرئيس هل هي بديل لاتحاد المغرب العربي وهل ستنضم موريطانيا الى هاته المجموعة. هو اللي بان مفتوح. احنا نطلقنا من الفراغ الموجود حاليا ما فيش كتلة افريقية شمالية. عام المغاربية مشترك. هذا ما كان ما فيش. والافريقة بنفسي يقول الكودي تفاهموا. كان لأفريق لويس كان لأفريق دولاس كان لسيدي او كان هادي كانتوا موراكم. قلنا نديروا لقاءات في البداية. بايدون ما نقصي اي واحد. نحاول نتلاقون نسقوا مع بعض. نوحدوا كلمتنا في بعض المواضيع الدولية في بعض المواضيع. كيف وجدتم الجانبين التونسي والليبي هل هنالك توافق في وشاة المفرد بخصوص هذه الممادرة. نجتمعنا نحتا كان مشا وزير خارجية واتصلنا بهم. في اتفاق على اساس نخلق كيان. مش ضد دولة من الدولة المغرب العربي ولكن تكون كيفيان تعالى تنسيق عمل تشاغر وتنسيق عمل. ما تكونش ملزعة ما بالك في البداية ولكن احنا مع تونس نسق ومع ليبيا نسق منهم. ده بنا نسقوا مع بعض. احسن مع النسق للعمل ثلائم له. تان عمل ثلائم تانا جيدة. لم على شقة الليبيين ولا مع شقة التونسة ولا شقة المريطانيين. ولكن ده بنا نجمع كلمتنا اول مرة في كل شهر والعربع شهر. تشعروا فيها. ان شاء الله فيها بعد يراتها خير. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ما هيش موجهة ضد اي دولة اخر. جيرنا في الغرب. باب مفتوح. وما خلقوا اختيارات اخرى. وما شاوروا ناش واختاروا وحدهم. تنمية في الخالج. دخلوا في الغربين باش كونوا وحدوا في ديها وطالبين باش هدي. ليس هل عني وحرار بيان شير. كل واحد حر في لا. فجده صرف التعوي. لكن احنا ما دبينا في بعض الأمور التي تهمنا مع بعض. وبالأخص ان مشاكلنا تأكيد تشبه بعضها بعض. الاخوة اللي لنا سيكون تكتب على سكتون. وحنا انا كنت عندي يقين. يعني قلت قلت انا هاد هاد طريقة ديها للمغريب العربي. رغمها. الامازيغي. الامازيغيين ديالجزائر ما حلوش هاد نقاش جاعة. سيتي تكلم عن المغريب العربي. احنا عمرنا تكلمنا عن المغريب العربي. تكلمنا عن الاتحاد المغاربي. ورغم ذلك. المغاربة ديها لنا مشاوه في واحد الايطار. اللي لبعض. اننا منعنو الشيخ هو اللي كان بدا هاد النقاش دير التمزغة. الكبرى وكادا وكادا وكادا. ورغم ذلك للأسف ديو اننا مشاوه وقلنا لهم ستوب. وانا من الناس اللي كنتين نقول ستوب. وهاد النقاش مغي نمشيش على خير وباخير. وهاد النقاش يبقى من الاوراق اللي زي تلعب عليهم الجزائر بجرة افريقا. تاني الخيطاب اللي بغنا نحطوه في المنحة ديو الامن. بمعنى اللي ممشيش فتكتو لا تونس ولا ليبيا. نخلق لها صراع الداخل. واتش اللي شفنا دابرة وواقعة في تونس. اللي التونسيين قال لك. اللي خرجوا بعض المحلينين قال لك. ودي لا يمكن الاقتصاد ديانا ان يرقى. ولا يمكن اللي علاقتنا مع افريقيا. اننا نمشي ولا الا عن طريق المغريب. ما عجبتهمش هدلك المهادي. وما عجبتش الجزائريين وما عجبتش الرئاسة ديالتونس. وبالتالي وقع ما نراه الآن عند التونسيين تظاهرات باسقاط الرئيس. لكن الخاطر لكين هم ان هناك بروباقاندا جزائرية. بمعنى ان الجزائر لا تهم ولا الرئاسة دياللي القيس عارف وبيضق لا يسوى شيء وما عنده احتشي تأثير. لكن ان زعزعت استقرار تونس وفي خدمة الجزائر. وبالتالي ستقول الجزائر تقول التونسيين انه هو صاحب الامن. الى ما خضعتش لهارك الشي اللي غان نشيه انا والله ما غات نعمو بالامن ديالكم. نفسها اللي بغدرها الليبيا جايبة واحد ليبيا ما عرفاتهش جاع. هو اللي غايمتل. ليبيا في الاتحاد. بالتالي ادى واحد السلاع اللي شفنا حفتر ردت الفعل ديالو. دونك هاد المشروع هاد لا يمكن باش غادي ينجح. وما يمكن لهش ينجح. الا عن طاريخ خصاصة على استقرار. المغربين يمكنهش يتختارك. تقول لي الاوراق ديالو. لان انا لجيت لجيت نحلل معك الناتجة ديال دابة. ويجيني واحد ويهدرها ويحطها لي في الخانة ديال الاقتصاد. هنقول له انت ما تتعرف الاقتصاد. ما تتعرف اللي بقلي يديك لي يخلك. اولا اما انت متجن ومغسول الدماغ. او خصكت مشي تقرأ. او انك حاول على الاقل تقلص تسمع الناس كيفاش انها تتاناليزي. سيروا يا الاخوان. هادو كانت انظر على المغاربة. المغاربة اللي ربما ما زال ما تكونش في الدماغ ديالو كيفاش انه يفصل لخيطة. ستشوفو هالي ضيبة اللي بين ترامب وبين الديمقراطية ما والله نجات لي حتى السمية ديالا. شوفو هالي اللي ضيبة. وغايتهمو كيفاش الامور كيفاش تتدار. كيفاش الامل الامريكي هو اللي في تناقش. تيمشوش الاقتصاد. تيمشو كيفاش ان المصالح الامريكية غتكون متبتة. والمصالح الامريكية متبتة. لان هي تتعرف مصالحها عن طريق تتبيس بعض الدول. هذا موضوع اخر رجعوا له. ولكن علاش بالضبط احنا المغاربة. فهذا الحالة اللي تتخص الامن دي انها متنمشوش الخافو على الامن. تنمشو اننا في بعض الاحيان تنساق وراء الناس هم نعتقدهم انهم شجعان. وما الناس اللي تيسبوا الوازير وما الناس اللي تيهدروا على الملكية وما الناس. لان هذا البروباقاندا تتخدم عن بعيد المهدا. لان ليتي جهد الفعل. اغلب المغاربة يمنون لهم. علاش. لان نقول هذا هو اللي يقول الصح. هذا هو اللي يقدر يقول الصراحة. هذا هو اللي يقدر. علاش لان طبيعة نحنا متنحلوش. طبيعة نحنا مازال ما تنفصلوش. بين واحد انه تصار يدرس الامور ديالك والنقاط ديالك ويمشي معاك انه يعطيك الحلول. ولذا تم الحلول تصحيحية كما مشا سيدنا للكل كان يعتقد علاش مشها الافريقية وعلاش مشها الشرق الاوسط. كانوا بعض النعاق تيتكلمون تيقول كو دي. واش حدنا عندنا الميزانيات اللي غل نشوف هات القضية. انت ما زال ما فهمتيش كيفاش الناس تتحلل. باش انا نغل مشي نجيب لك واحد المصالح. قصي نخدم على واحد النقاط اللي الجزائر ستبغي انها تلعب عليها بضعفها. انها تتبغي تقصينا منها. لان من تم تتبدأ المواريد دينا. ومن تم تتبدأ الكمة نقولو حنايا كيفاش انا انا نقلب لك على واحد المواريد خارجيا نخدم عليك. المغني فاش مشاف هاد الاتجاه. ولا يرغب بعد هاد الدول. لان لطرح تنتهى التساؤل. فرنسا لماذا اصبحت علاش ولاتوكا. علاش ولاتو واحد دولة اجتماعية ان سيستيم سوسيال اللي فيها اللي بغينا 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 ولكر. هنا فرنسا عندها ان سيستيم سوسيال اللي تعتمد على المواريد الخارجية. كيفاش تتجيب هي هاد الي غيصا كيفاش تتجيب هي هاد تطبيب هادا كيفاش تتجيب هاد المعاونت دينا. من يغي تجيب هاد فرنسا شنو عندها. عندها اسبانيا. اروهية كاملة ندرت الى الفرنسا رو ما عندها تشي حاجة. ولكن علاش تلقاه فرنسا مشها مسعورة. لان الموارد دينا والي غسوخ دينا هالكبار. باش تتحيل اقتصاد دينا. وتخدم المصالح دينا الداخلية الا عن طريق هاد الناس هادو. انا فاجتن هدرف هاد الامور هادي. المغربية ي欠 تكتفهم. وحتى المغربية لقدار الله بغيت تخرج باش يتخرج بانك حاقد. خرج باش انك تخدم بلادك كاما دارت كاما داروا? وهذه تنحيي عليها تنحيي عليها إسرائيل أنها فاش كانت تتلعب على الطبقات ديها في العالم كانت تتخدم بهذا المنطق يجي واحد الوقت لأبناؤها غادي يكونهم الدرع الواقي والاقتصادي في كل ما يهديد إسرائيل بالخطابات اللي خرجوا دبا الاشتوفة تدهورات نغمى أنها ملغامة ونغمى أنها خارجية سنحلوها كيفاش هذه الأفكار أصبحت هي التي يعني هي في الصدارة وتيجي واحدين وتيسميوا رسوم نخبويين وتيبغوا يركبوها ويشمعوها ويعطيوها ويقول لك هالواقع دينا في مصنع لا 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 واقعنا كباقي الواقع البطالة والفقر في المجتمعات كاملين الهجرة اللي كينا عند الإيطاليين ما كيناش عند المغرب إيطاليا كونجا تهدر على الهجرة اللي عندها والإخوان اللي في إيطاليا رسي قرأوا هذه الأمور أكبر دولة مصدرة للهجرة يا إيطاليا عبر التاريخ ومن بعد الحرب العالمية الثانية ولكن أكبر ناس اللي وقفوا إيطاليا وما الإيطاليين لي مارك دي الإيطاليا أخي اللي بيعتقد دولتي جابانا وقاعدوا كلي مارك دي الإيطاليين يعتقدون المغربات يبقوا إيطاليا لعندها لامارك لامارك دي لارت تعرفات في مريكا الإيطاليين بيينو الصناعة الإيطالية بيينوها في أمريكا وتمتعت الشهرة وعاد رجعت الإيطاليين هذك المنطق دي المافيا هذك المنطق كومونيزم عندهم ومشات المريكان وتجمعوا الإيطاليين وشي تيخدم شي وشي ما يقدرش يغدر شي هذك المنطق واحدة آخر ولكن صناعات إيطاليا واحد الاقتصاد خارج إيطاليا وبها باش تقوّت إيطاليا رات قوّت بالأجانب ديالها ليست بإيطاليا المحلية وهذ الناس هذو اللي جاوا عاد جاوا وركبوا الركب مع الاتحاد الأوروبي ولا زالت إيطاليا تتآمن أن إيطاليا بمكلاشة قوّة إلا عن طريق أبنائي هذا منطق عند الإيطاليين عندهم واحدة كومونيزم في الدم الأقوّة لكن إحنا ما قدرناش نفهمه هذه القضية دول تعرضات ماشي هل حورب ورغم ذلك بقات عن ذلك القومية ديالها محافظة عليها علاش إحنا تنشوف أجنبية والمغربة ما فهموش إحنا وش مازال ما قدرناش نفهمه أن من يستعمل الدين في محطات تهدد العمل ديالنا أنه هو العدو اللادو ديالنا قبل من الأجنب قبل من شي حاجة أو حد أخر الذي يتكلم بشي عارف الدين فأمور بحال هذه القضية هذه أول واحد اللي خذناه ناخده منه الخطر هو هذا دولك حلسا نطرحوا التساؤل المغربة فستشوف واحد أجنبي جال عندك وجاب ولده انت في عتي خادك شنو أول حاجة ستطرح لي واحد لساؤل ستقول لي والله إلا عنده ضروف في الجزائر جاء وأقرب ليه وما المغربة وغير يجي عندك ويقول أنت وما خوتنا وانت لنا هضروف نفس اللي هجه هذي أنا عادة ولا منطقة ديال الجزائريين حتى في خارج الوطن حتى فاش تكون ضربة نمو الخلاه نا تيجي عند المغربين سبحان الله ما يمشيش عند الجزائري تيمشي عنده بنفس الخيطاب كما هذك الخيطر تستعمل في المغرب تيستعمل هوبعة المغربة تيجي وتيبخي بكي وديك البكير وحنا بقلب نحنين تندخله تماتا تتخدمو حنا هذي اللحظة تنتخدمو تصور أنت هو غادي يجي عنده أنت ما عرفه وش مخابرات واش إنسان نكون ولاقي أجندا مخدو معك تيجي وتتحطل تدخل معك الجامعة وتيقل كما دارو الجزائري حتى في الجامعة ديالباري وهذا نقاش غادي يجيبو إن عندهم نفس البروباغاندا نفس الطرق تيجي تتحط عندك تيبدأ معك الخدمة تيدير معك بيع وشترية أول حاجة شنو تيدير عنده اتصالة ديالو عنده المال ديالو تيقولو سيبون ناس راهم بخير وكانوا كده بين عشية ودوحة تتلقى عنده هري تمسا تترح رقع التساؤل بين عشية وضوحة هتسيد أولا عندك عامل اقتصادي عندك أوكي تتجينتا رغم ما هلنا المغاربة مش سنقولو كودي راه كل أجنبي راهكو لا لا هي خصك تكون عندك واحد من منطقة السيكوريتي أنا مشي ضد الأجنبي أجنبي جاء عندك ما لا تحرفش وج وج وضروف يعني اللي دفعاه ولا راحكينا شي أجندا وراه ولا كذا ولا كذا تتسوق أنت كمغريبي تتتعلم معه كأجنبي يسلي يسلم ما يسلم سأعندك معتاقاتك عندك أولويات ديالك عندك ماليك خط أحمر عندك بلادك خط أحمر النهار هذاك الأجنبي يغيش تحكوا قدامك خطك تخلي ضاربوه كما يفعلون باقي الدول النهار اللي تشوفو كتتمشي الأمن ديالهم كلهم تيوليوا ضدك تيولي ضدك الأمن تيولي العدالة ديالهم ضدك المجتمع ديالهم ضدك كل شي ضدك حنا لاش ما تنمشيو بهذا المنطق جاء عندك أجنبي تيفرخ ديالولاد تيلي إلا كان هما الأمر رزقون بينا في مصائبك تيبن هك الأجنبي وش فيعلا أنه تيجي عندك تيقول لك أخوتي أنا كبرت معاكم وكليت معاكم هارزقي نتعاون معاكم وكذا هنا تتبني هاد النوع اللي تتجي في مسائل في محطات ويخرج لك بواحد العدائية تم تطرح التساؤل شكول اللي يزرع فصنا هاد النوع ديال الأفطار هاد النوع ديال الأجانب الذين يستغلون للهجة ديالك والنقاش ديالك والمنطق ديالك هنا تنطرحوا التساؤل هنا هذا التساؤل تنطرحوه حتى هاد المسؤولين هذا هو علشة نقوله نخصة تكون واحد الإحصائيات أعطيونا الناس اللي فعلا أنك أعطيتهم تسويات الوضعية باعتبارات أنه جاي دير مسرع أنه جاي دير طلب عماله عنده واحد ديبلومو أخدم أنه جاي كما سيدروا دول أخرين حنا فاشنا نريد أن أتطره نقاش أتطره محلو لكن احنا عدنا ناقص خطر عدنا كلام ديال رئيس خطير جدا كلامه كل عداء المغرب كلامه رسائل مشفارة مثلا إلا ترحت لك أنا هنا كيفاش شيء هدر على البوليزاريو مش الصحراويين قضية الصحراء الغربية قضية الصحراء الغربية قضية بردين أمم المتحدة والكلمة الأولى والأخيرة ليست للجزائر الكلمة الأولى والأخيرة للشعب الصحراوي بغا ينضم المملكة خلوه يصوته وينضم المغرب الله يسهل عليه وينضم الموريطانية لا يكونوا جزائرين يكونوا جزائرين نقولها صراحة احنا ما رام جيرا أن نساعدهم كشعب وخلوه يقرروا مصيرهم سفهمهم ما نتويهم قبلوا لك اللي شي لك تدعي الله يسهل عليك المهم إحنا نسمعها منهم أكيد خير ما نقبرش بس شعب في حدود الشعب يقهر بالقوة لكن دخول إسرائيل على الخط لا يقلق المهم على أي جهة تستر الأزامات ما نقبلوش يكون جزائري هو عنده أزمة عارف أن ما يقع في تندوف هو أزمة وخاطر على الجزائر وهذي الجزائري مش يقولكو الديا السفلانتا والمسؤول هو تعطي رسائل مشفرة لهذيك المجموعة إما غالي تولي وظاهرة كبابية تهدد أمن المغرب وإما كلام خرب لأننا شو تقول المغرب الجو المغرب بذراتي الطالب هي من اللي ديال وإذا كلام فروغ منها واش المغرب هيقبل لك نيجيري غاي ولي مغريبي ما يمكنش وإن كنا رأسائل مشفرة بمعنى ياتي يندوف عندكم شيئان باش أنهم كم تدخلو تقولوا جزائين في الحلم ديالكم رغم أنهم كلهم تقريبا بالضغط الفرنسي بالضغط المجتمع الدولي رجل نسوف هذه انتخاذات هذه هذه المسألة هذه خطى ناخدها احنا بيتهديد الأمن ديالنا بمعنى هاد الناس هادوا شنو يا الرسائل خرج هادا كل يعطوهم مدير المطار شنو قال لهم قال لهم ما بقتلاش حاجة الصحراوي خرج هزوا ودخل هدد الأمن التحريب هاد النوع الشواد اللي تيخرجوا الأوراق ديلهم يتحرقوا هاد شي ركنوا برامج كانت واحد الحركات شفنا واحد واحد العمليات داخل السمارة شفنا محاولات من بعد هاد الخطب والمغاربة ما تقدروش أنهم يوقفوا أنها رسائل مشفرة وخرج الدوباب الإلكتروني ديالهم تيترجمها بالعالم أنه يقوم بتهديد المغرب عن طريق هاد الخطب هذا وتيقولوا البوليساريو خرجوا والريونة وما يمكن لكم شجيبوا الأرض ديالكم إلا عن طريق كده وكده يخرجوش يوحدين ورغم ذلك المغربي ما فهمش دابا انتقلوا لواحد المرحلة ارجعوا لها المرحلة اللي وقعت النحن يا ديال هذا رغم الظاهرة الحمد لله المغرب دياله الواجف دياله السين تقاتل بالجملة لكن أنا هي في الوعي ديال المغرب كيفاش احنا قبل هادك السيد غير يمشي للأمن احنا نسكاني والمغاربة تكون عندهم واحد دياله كيفاش نسكاني كيفاش يكون عندك نفهم ديال المقدم واحد غير يدخل عندك غير يبغير يعيش في وسطك جاغل كذا كذا بين عشين هو أخلب الجزائري اللي يدخلوا المغرب رغم يدخلوا عن طريق إما يدير عندك برو جي إما ممكنش أو عنده تمويل خارجي أو موظف اللي إنما ننسيوش ركين تنسيق واش هاد اللي جاي ببرو ماكس ايفون 15 تسوة مليون ونص أنها فعلا ما يقهرها هي المجاعة رغم يمكنش ولكن احنا كيفاش هادين بتات كيفاش ولا تتميت ريزي اللي اجاد يمنا احنا خصنا نوقفو ندرسو اولا كيفاش هيتعلمت اللهجة كيفاش ولتتها ضرب المعاناة هادو ديزاناليز اللي خص المغاربي اللي عندهم فنسكان كيفاش المغريبي كنتي واحد الوقت تبغيت حرق ما تسمعك حد حتى ولات ناس تتسيرك وتهزي شكرتك وتبغيت حرق واش تدهي رد الحرق سحابك حنا يروش ما كييناش ورا كينا كينا فراسة عباد الله يفاش داباب بريطانيا حيدات الفيزا على اوروبا ورا ولات دايرات الحرق عندهم بواحد الجملة كتر ما تصوره ولكن احنا اخصنا نتساؤل اخصنا نطرحوا الموضوع في العمق دياله واش ما نقدروش نديروا فارادية على ان هاد الناس رتي خدموا على الانك تاغم انهم تيحطوا ناس يتكونوا لك في اللجة ويتكونوا لك في الطبيعة ديال الحياة ديالك هكوا كانت واحد المسيرة واش ما وقع في طانجة ننساوه ننساو التشيوع في طانجة كيفاش نبت عندنا وكيفاش دخل ولا واحد تلقيه ولا واحد النوع ديال الزواج ومشاو وكاللي ولدنا وصدقات هي اللي مشات قاع هي وراجلها الايران حتى شددك الولد والتي هدرب الايرانية واخذى واحد تشيوع ما ننساوش ركان سخوطات محكوك اخوختي المغاربة كانت الاخت المغربية للأسف دخلوها بالتقية صدقات تحسابها يلدت هاداك الايراني او هاداك الاعراقي المتشييع اللي كان بالحيط وتيقول لها كادا والايمان وصلا وينوضع الفجر وصير وصير حتى ولينا تنبانو احنا هم ما تصعينك ما تصعينونا هذو لد الكلاب اللي تيدروا عين احنا في التك توك تأجي وتأت غلط تأتحمل بقدرة قادير تيقول لها رجلها يلا نمشي نعيش ارض الله واسعة تيديها للإيران تأت المشي وتأت القبار وتأت القارك شيء وتيقول لها انتي ويشدوها ويستقبلوها يا ام فولان حتى تولي هي تضرب ام فولان ما بقيناش احنا كانت عندنا اللهجة ديالنا وكانت عندنا شيء امور في هذا حتى ولات ان ام غريبية امازيغية او نقولوا احنا من رواف ديالنا او من المكونات ديالنا المهم غريبية حتى ولات تجيبنا شيء شيء لهجة وشء مصطلحات داخلين مشات واحد منها احتيت للقاهواجات ولدي لها نورمال غير ياخد الجنسية لان القانون الرا واضح ام غريبية ولدها ولا بنتها غير ياخد الجنسية حتى اقول لنا لك سيد كبر فصنا دخل في المدراسة ديالنا والتي هدرت بمنطق التشيع حتى اقول لات الدولة مجورة هالزروطة اللي غير تزعكو تزعكو تقول لها وبغا البحر ديالهم وبغاو انهم الجامعكون ديالهم تهم هاد الامور هادي تنطرحوا فيها تساؤلات الاخوان تنطرحوا فيها تساؤلات راح فاش نقول لورا كين دي ستخاتيجي المغرباخ سوم يعرفوا يرجعوا الهوية ديالهم ويرجعوا لتمغربية ديال مالا مش يضب شي واحد اللي تيكون متطرف الهوية ديال وان كان بخطاب امازيغي هيكون مغربي ما تقالياش انك تغيط سيط رأسك دخل لان الهوية المغربية الجامعة احنا محتاجين فيها محتاجين فيها رجعوا اننا ننبهوا واننا نحطوا لان الامام فاش تزوغي الدرس المخاطر ديالها شوف هي في المجتمع الاوروبي فجت ظاهرة الكباب فاش دخلوا هنا اناليزيو في البلاطو ديالهم مرجعوا كيفاش اناليزيو رجعوا كيفاش ولو تدرسوا حتى هذك الفرنسي فاش كان ما جابو ما جابو ناش بوش اللابا جابو نقاع علماء نفس ته من خصول من الهدرة حتى ولي رجعو خدمو الشباب ديالهم من اللي اعتادروا من اللي قل كنت غالط ومن اللي دار اصلاحات باش يرجعوا تانتيجرا في المجتمع ان الشباب غلط هذا وارد ولكن باش درس الغالط هي اللي خصنة في الراهم الكفاءة نقاش انا ماشي ضد انك تنقش لي شي حويش واني ضد انك تجي وتزيد تغذي هاد دهيرا بخطابات محردة سلبية انك باش تدخل لي وتقول لي ماني المسؤول انت المسؤول انت بهذا الخطاب ديالك مسؤول اجي يلا اجي طلعوا ونظرني فيها انت مسؤول انت كيف يعقل ولدك انت سأسل اسلاماوي او السيل هدراوي كيف اجي ولدك انت تيقره برا وتوجه وعمرو فكر بالحريق قنعني وان ولد فلان مش للحريق لان انت خبيت انت كنت يفهم الجرح وكن مغمض عليه ومهرب عليه ولدك احنا معدناش واحد للمنطق ديال الحرقة ان هادك جريبة اللي درتها مع واللي نجحات نديرها مع ولد بلادي ونديرها مع والدرب ديالي ونديرها مع الياتيم وندير كده لان انت خبيت انا من طريقة بك كيف اولادك موج جين تنقول انت خبيت الدولة الجمعية نفون كبير وغنجي ونقشو اولاد بحمرات يبغيوا ويركبو على هاد المنطق ويركبو النبريك التقية ديالهم وانا اعتبرهم اكبر سهينا من تسوسين عندنا بالجلابيب وبل الحياة ديالهم اكبر متصهينين عندنا هم هاد الناس وتيضربو نبوحد المهران اللي فيهم لانا فش يشوفو نعبنا غير على البلاد وعبنا واحد حرق على البلاد ولا غصو يمشي في جهة الاخرى من تخدم تورقتي ودابا تورقتي نقشو لنا هالشي اللي خرج نقشو لنا ما يقع نقشو لنا ما يقع ما تقدروش اذا ما قاله الاخوان اناني ما عندي منزد اللي قاله هي كفي وعلينا اخذ الحيطة والحضر حال الوقت اننا باش للتفو نحاول ان نشجع المنصات الهادفة اللي كتدافع للمملكة المغربية الشريفة والابتعاد عن التفاهات وا 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 اخوان الخصو كل والفهم يفهم كان معكم الاستاذ احمد في هذه الحلقة اللي كنتم منى بانها تنل الرضا دي لكم شكرا للاخ مستشار وكذلك للاخ المغربي عوش لكم بروق وكل عامين وانتم بخير الى اللقاء شكرا